اسرائيل عازمة على مواصلة الحرب في غزة حتى تحقيق جميع اهدافها هذه التأكدات لا يتوانى مسؤول حكومة الاحتلال عن تكرارها برغم تحذيرات امريكية وغربية وعربية من استمرار استهداف المدنيين الفلسطينيين تلك الاهداف بحسب تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنامين نتنياهو وقادة جيش الاحتلال تتمثل في تحرير جميع المحتجزين وتفكيك حركة حماس والقضاء على قدراتها العسكرية تفكيك حماس بحسب القادة العسكريين الاسرائيليين يعني تدمير البنى التحتية العسكرية وتصفية قيادات الجنحين العسكري والسياسي للحركة ووفقا لنتنياهو لن تتحقق كافة الاهداف دون الاستمرار في العملية البرية لذا تصر اسرائيل على ضرورة التوغل جنوبا لاعتقادها او لاعتقاد اجهزتها الاستخباراتية ان قدرات حماس القتالية وانفاقها هناك لم تتضرر من القصف الاسرائيلي وان القادة البارزين يختبئون في الجنوب ولعل ذلك يفسر تكثيف الضربات على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة التي جاءت ضمن اكثر من اربعمائة هدف في القطاع اعلن جيش الاحتلال استهدافها منذ انتهاء الهدنة وبحسب محللين فلسطينيين وتقارير اعلامية اسرائيلية فان حماس في المقابل ستصعد من هجماتها على المدن والمستوطنات الاسرائيلية وقد احصى جيش الاحتلال اكثر من مائتين وخمسين صاروخا تم اطلاقها معلنا مقتل اثنين من جنوده للمرة الاولى منذ استئناف الحرب يوم الجمعة وبينما يتبادل الجانبان الاتهامات بشأن سبب انهيار الهدنة تقول مصادر فلسطينية ان حماس رفضت طلب اسرائيل اطلاق صراح النساء ككتلة واحدة مؤكدة ان من تبقى لديها من النساء هن مجندات معتبرة ان ذلك يحتاج الى اتفاق جديد اشتركوا في القناة